السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب نرحب بكم في درس جديد من دروس منهج كيميا ثلاثة درسنا اليوم إن شاء الله سوف يكون بعنوان مسائل تدريبية على الأحماض والقواعد في البداية تدريب اشرح كيف يمكن أن يكون أيون الـ HCO3 سالب حمضا وقاعدة في آن واحد هنا لديك هذا الأيون اللي هو HCO3 سالب كيف يكون في نفس الوقت حمض وفي نفس الوقت قاعدة لاحظ أنه عندي هنا هيدروجين أيون هيدروجين وكذلك شحنة سالبة ركز على هذه الجزيتين لأنه هي مفتاحك ليش للحل إذن في هذه الحالة بحسب نظرية برونستيد لوري أنه يحتوي أيون الـ HCO3 سالب على ماذا؟ على أيون الـ HCO3 لاحظ أيون الـ HCO3 موجود أمامك وين موجود؟ في هذا الحمض مدام أنه يحتوي على أيون الـ HCO3 يمكن منحه في صورة حمض وحن عارفين في مبدأ نظرية لوري برونستيد لوري أن المادة التي تحتوي على هيدروجين هي مادة حمضية لاحظ أنه هنا لديه أيون هيدروجين مادة منه لديه هيدروجين فإنه تكسبه الصفة الحامضية وبالتالي يمكن أن يكون حمض كما أن الأيون يحمل شحنة ماذا؟ شحنة سالبة شحنة سالبة شحنة سالبة هذه دلالة على أنه فقد قبلها أيون هيدروجين أيون هيدروجين وتحول إلى إيش؟ تحول إلى شحنة سالبة لأنه أساساً H2CO3 فهنا الآن عندي هنا الحمض هذا حمض عبارة عن إيش؟ عبارة عن حمض ثنائي حمض ثنائي يتأين عن طريق مرحلتين على صورة مرحلتين ومدام أنه يتأين في المرحلة الأولى يتحول إلى أيون الـ HCO3 فإنه هنا نستطيع أن نقول عليه بأنه يش؟ تمكنه اللي هي الشحنة السالبة من أن يسلك سلوك القاعدة إذن هنا الشحنة السالبة دلالة على أنه هذه المادة هي مادة قاعدية وذلك عند استقباله أيون الـ H2CO3 لأنه أساساً استقبل أيون الـ H2CO3 تدريب آخر اكتب معادلات كيميائية رمزية موزونة للتفاعلات بينها أخذنا في السابق المعادلات الكيميائية نوعين معادلات كيميائية لفظية ومعادلات كيميائية رمزية المعادلات اللفظية باللفظ زي هنا مثلاً الألمنيوم وحمض الكبريتيك باللفظ اسمهم كذا الألمنيوم والحفظ الكبريتيك الآن هنا اللي يطلب منك يا عزيزي أنك تحولها إلى رمزية بمعنى رموز العناصر أو صياغ المركبات اللي موجودة هنا فمثلاً الألمانيوم رمزة AL والكبريتيك رمزة H2SO4 إذن في البداية أول شيء لابد أن تكتب المتفاعلات فالمتفاعلات هنا عندي الألمانيوم اللي رمزة AL وحمض الكبريتيك رمزة H2SO4 طيب الناتج وش بيكون الناتج؟ الناتج بيكون AL2SO4 لكل 3 زايداً H2 زايداً H2 وهذه من الأشياء التي تميز الإحماض بأنها تتفاعل مع الفلزات وبالتالي تنتج إيش؟ تنتج غاز الهيدروجين طيب حن كتبنا المعادلة على شكل كيميائي رمزي تبقى ماذا؟ تبقى أنه نوزنها نوزنها كيف توزنها؟ لاحظوا أنه عند الألمانيوم في المتفاعلات واحد وفي النواتج اثنين إذن في هذه الحالة أساويهم ببعض وبالتالي أضع اثنين أمام المتفاعلات وبعد ذلك لدينا الكبريت عندي هنا في النواتج ثلاثة وعندي هنا في المتفاعلات واحد وبالتالي أضع ثلاثة في المتفاعلات حتى أساويهم بإيش؟ بالنواتج وأخيرا لدينا الهيدروجين الهيدروجين عندي ستة في المتفاعلات وبالتالي بيكون النواتج لابد أن تكون ستة وبكذا أنا وزنت المعادلة هذه طيب ليش اخترنا المعادلة هذه؟ لأنها معادلة تحتوي على إيش؟ على حمض الكبريتيك الكبريتيك تدريب آخر اكتب المعادلات الأيونية النهائية للتفاعل التالي المعادلة الأيونية النهائية المعادلة الأيونية النهائية ومعطيك المعادلة الكيميائية ومعطيك المعادلة الكيميائية الأساسية ومعطيك إياها بشكل موزون بشكل موزونة إذن في هذه الحالة ما الذي سوف تعمله؟ أول شيء يقرأ المعادلة فالمعادلة أمامك سي اي سي او ثري سي اي سي او ثري زائد 2HBR بينتج عندي هنا السي اي بي ار 2 زائد ان H2O زائد H2O زائد غاز ثاني يكسد الكربون اللي هو سي او 2 إذن هذه المعادلة المطلوب منك إيش؟ المطلوب منك تحولها إلى معادلة آيونية فالمعادلة الآيونية سوف تكون على شكل سوف نفكك جميع المواد الموجودة عندي هنا في المتفاعلات إذن في هذه الحالة سوف أرجعها لأصلها إلى إيش؟ إلى أيونات فالكاليسيوم أساسا في المجموعة الثانية على شكل أيوان بيكون سي اي موجب اثنين وكذلك الكربونات اللي هو سي او ثري سالب اثنين سالب اثنين زائد 2HBR لاحظ ان 2 هنا تضرب في الاتش وتضرب ايش في البي ار إذن لما ناينهم بيتحول إلى 2H موجب وتو بي ار سالب بعد ذلك السي اي بي ار سوف يكونوا على شكل ماذا؟ على شكل سي اي موجب اثنين أيون الكاليسيوم والبروم كذلك يكون على شكل البي ار اللي هو سالب اللي هو سالب أما بالنسبة لما وثاني يكثر الكربونات نتركه زي ما هو طيب بعد ذلك الخطوة اللي بعدها نحاول أن نحذف الايوانات المتشابهة فمثلا عندي هنا الكاليسيوم موجود في المواد المتفاعلة وموجود في المواد الناتجة نستبعده تماما وكذلك البروم عندي في المتفاعلات وعندي هنا في النواتج فنحذفهم يتبقى عندي ايش؟ يتبقى عندي CO3 سالب 2 وماذا؟ والـ 2H موجب إذن في هذه الحالة سوف يتبقى عندي CO3 سالب 2 في المتفاعلات زايدا الـ 2H موجب وين في المتفاعلات طيب النواة الجيش اللي يتبقى عندي هنا يتبقى عندي فقط الماء وثاني أكسيد الكربون فهذه المعادلة نسميها ايش؟ معادلة ايونية نهائية لهذا التفاعل بين تدريب آخر حدد الأزواج المترافقة من الحمض والقاعدة في كل تفاعل مما يلي لديك هذا التفاعل NH4 موجب زايدا OH سالب بينتج عندي NH3 زايدا H2O إذن في هذه الحالة ما الذي حدث أمامك؟ ما الذي حدث أمامك؟ لاحظ أن الأمونيوم هنا اللي NH3 موجب تحولت إلى إيش؟ إلى NH3 إلى NH3 كانت في البداية NH4 عفوا تحولت إلى NH3 إذن ما الذي حدث؟ لاحظ أنه فقدت فقدت أيون مين؟ أيون الهيدروجين فقدت أيون الهيدروجين لاحظ عند الOH سالب تحولت إلى H2O إذن في هذه الحالة كسبت كسبت إيش؟ كسبت الهيدروجين وأنا عارف أنه حسب نظرية لوري برونستيد أن المادة التي تحتوي على هيدروجين هي مادة إيش؟ مادة حمضية مادة حمضية بينما المادة التي تستقبل هذا الهيدروجين هي مادة قاعدية إذن في هذه الحالة لاحظ معي أنه الحمض بيكون عندي هنا NH4 موجب ليش؟ لأنه أعطى الهيدروجين هنا الهيدروجين فبالتالي يتحول من NH4 موجب إلى NH3 إذن في هذه الحالة الـ NH4 يعتبر مادة حمضية مادة حمضية وحنعارفين يا شباب أنه أي مادة حمضية سوف تنتج إيش؟ قاعدة مرافقة سوف تنتج قاعدة مرافقة إذن القاعدة المرافقة لـ NH3 موجب هي النشادر اللي هي الـ NH3 بينما الـ OH سالب مادام أنه كسب هيدروجين فإنه عبارة عن إيش؟ عبارة عن قاعدة والقاعدة دائماً تنتج ماذا؟ حمض مرافق تنتج حمض مرافق اللي هو مين عندي هنا؟ اللي هو عندي الماء إذن الحمض هو الـ NH4 موجب والقاعدة المرافقة له هو النشادر بينما القاعدة O سالب والحمض المرافق له H2O بعد ذلك حدد الأزواج المترافقة من الحمض والقاعدة في كل مما يلي نفس الفكرة نفس الفكرة لاحظ أنه HBR زايد H2O تحول إلى H3O موجب زايداً BR سالب لاحظ أنه H اللي موجوده هنا اختفى اللي هو في HBR إذن في هذه الحالة نفس الفكرة الحمض HBR ليش؟ لأنه لديه أيون الهيدروجين لديه أيون الهيدروجين والقاعدة المرافقة مين؟ اللي هو الBR سالب كل حمض ينتج قاعدة مرافقة فالحمض عندي هنا أساساً اللي يحتوي على أيون الهيدروجين هو HBR فتحول إلى قاعدة مرافقة بينما H2O هو أساساً مادة قاعدية ليش؟ لأنه استقبل أيون الهيدروجين الذي جاء من HBR فتحول إلى أيون الهيدرونيوم اللي رمزه H3O موجب إذن في هذه الحالة القاعدة هي H2O بينما الحمض المرافق لها هو أيون الهيدرونيوم اللي رمزه H3O موجب لاحظ أنه في معلومة لا بد أنك تفهمها أنه كل حمض لا بد أن يكون في المتفاعل الناتج لا بد أن يكون شيء مرافق له لا بد أن يكون شيء مرافق له فهنا الهيدرونيوم في المتفاعل هو حمض القاعدة المرافقة أو الحمض المرافقة ستكون في النواتج فالهيدرونيوم الحمض القاعدة المرافقة له من في النواتج الهيدرونيوم بينما الهيدرونيوم هو القاعدة والمرافق له لا بد أن يكون فيه النواتج اللي هو H3O موجب تدريب أربعة تحفيز إذا علمت أن نواتج تفاعل حمض مع قاعدة هي H3O موجب والSO4 سالب 2 أكتب معادلة موزونة للتفاعل وحدد الأزواج المترافقة من الحمض والقاعدة في هذا التدريب معطيك النواتج لاحظي أنه إذا علمت أن النواتج أن النواتج مين؟ تفاعل معين بين حمض وقاعدة هي H3O موجب والSO4 سالب 2 لاحظي أنه هنا كيف أعرف المتفاعلات أعرف المتفاعلات عن طريق إيش؟ عن طريق معرفتي للهيدروجين معرفتي مين؟ للهيدروجين فالH3O موجب هو أساساً الماء أضيف له إيش؟ الهيدروجين فبالتالي أضع مين؟ الـ H2O طيب الـ SO4 سالب 2 معناته أنه فقد أيون مين؟ هيدروجين فأضيف له H موجب لاحظ أنه إضافته له H موجب لابد أنه قلل الشحنة السالبة فعنده هنا سالب 2 سوف يكون إيش؟ سالب 1 إذن المعادلة سوف تكون للمواد المتفاعلة هي HSO4 سالب 1 زايداً H2 اللي هو الماء إذن هذه المتفاعلات النواتج هذه أمامك موجودة في المسألة اللي هو H3O موجب زايداً HSO4 سالب 2 طيب ما الذي يحدث أمامك بين الحمض والقاعدة؟ لاحظ أنه HSO4 سالب أعطى مين؟ أعطى ما؟ أعطى ما؟ الماء اللي هو أيون؟ الهيدروجين إذن ما دام أنه يحتوي الهيدروجين فأنه عبارة عن حمض وما دام أنه الماء استقبل فهو يعتبر قاعدة إذن في هذه الحالة القاعدة هو H2O بينما الحمض المرافق لها اللي هو H3O موجب لأنه كل قاعدة تنتج حمض مرافق وكذلك الحمض اللي موجود عنده هنا HSO4 سالب الموجود في المتفاعلات بينما القاعدة المرافقة لها هي HSO4 سالب 2 تدريب في الفكرة الرئيسة فسر لماذا تصنف الكثير من أحماض وقواعد لويس على أنها أحماض أو قواعد أرهينيوس أو برونستيد لوري هنا المتعارف علي يا شباب أنه عندي ثلاثة نماذج لمين؟ لتعريف الأحماض للقواعد أو تفسير الأحماض للقواعد أو تفسير سلوك الأحماض للقواعد أول شيء أرهينيوس ولوري برونستيد ولويس في لوري برونستيد أو الارهينيوس يتكلم عن الهيدروجين والهيدروكسيد بينما في لوري برونستيد يتكلم عن أيون الهيدروجين سواء كان مانح أو مستقبل لكن الاختلاف بينهم وبين لويس أن لويس ما تكلم عن الهيدروجين ولا ذكر الهيدروجين تكلم عن إيش؟ عن الأزواج الحرة عن الأزواج الحرة وهذا ما يميز لويس عن مين؟ عن أرهينيوس أو برونستيد طيب هنا السؤال يقول لماذا لا تصنف الكثير من أحماض وقواعد لويس على أنها أحماض أو قواعد أرهينيوس أو برونستيد نفس الفكرة التي ذكرناها بأنه يعد حمض لويس مستقبلا لزوج لاحظ أن حمض لويس عبارة عن مادة تستقبل زوج من مين؟ من الإلكترونات زوج من الإلكترونات في حين تعد قاعدة لويس اللي هي المانح اللي هي المانح لمين؟ لزوج من الإلكترونات ولا يحتوي حمض لويس على أيون الهيدروجين لاحظ أنه لما تعرفنا على لويس ما ذكرنا ما جبنا طاري الأيون الهيدروجين نهاياً وإنما تكلمنا عن الاستقبال أو المنح لمين للزوج الإلكتروني أو أيون الهيدروكسيد قابل للتأيين لكي يمكن اعتباره حمضاً أو قاعدة بمعنى أنه هنا لويس منفصل تماماً عن أفكار أرهينيوس وأفكار مين وأفكار برونستيد كما أن حمض لويس لا يمتلك أيون الهيدروجين لكي يمنحه لغيره لذا فهو ليس حمض برونستيد ولكن تعد قواعد لويس لاحظوا جزيها تعد قواعد لويس جميعها قواعد مين قواعد برونستيد لوري لأنها قادرة على استقبال أيش؟ استقبال أيون الهيدروجين هذا الفرق ما بين لويس وارهينيوس ولوري برونستيد تدريب قارن بين الخواص الفيزيائية والكيميائية للإحماض والقواعد ذكرنا في السابق أن الإحماض والقواعد لديها خواص فيزيائية وكيميائية من أهم هذه الخواص أن الخواص الفيزيائية أن الإحماض طعمها حمضي طعمها حمضي وكذلك توصل الكهرباء بالنسبة لمين؟ بالنسبة للإحماض اللي هي الخواص الفيزيائية لها أما القواعد فطعمها مر وهي زلقة زلقة الملمس كذلك توصل الكهرباء إذن اتفقون في أنه جميعهم وصلوا الكهرباء أما في الخواص الكيميائية والخواص الكيميائية تفرق عن الخواص الفيزيائية أن الخواص الكيميائية تتفاعل الإحماض مع الفلزات لماذا؟ لتنتج غاز الهيدروجين كما تحول لون ورق تباع الشمس الأزرق إلى أحمر اللي هي الأحماض وتتفاعل القواعد مع الأحماض وتحول لون تباع الشمس الأحمر إلى الأزرق إذن هنا للمعرفة الخواص الكيميائية هنا لابد أن يكون الحمض وورق تباع الشمس أن يتحول إلى أحمر بينما في القواعد لابد أن يتحول لون تباع الشمس إلى أزرق تدريب آخر سبعة وضح كيف تحدد تراكيز أيونات الهيدروجين وأيونات الهيدروكسيد ما إذا كان المحلول حمضياً أم قاعدياً أم متعادلة أخذنا في السابق أنه الذي يميز الحمض هو عبارة عن تراكيز الهيدروجين والذي يميز القاعدة هو تراكيز الهيدروكسيد كلما كانت أيونات الهيدروجين زائدة في المحلول أصبح المحلول عندي هنا حمضياً وكذلك في الهيدروجين إذا كانت زيادة في عدد التراكيز فإن المادة سوف تكون عندي هنا قاعدية سوف تكون المادة عندي هنا قاعدية إذن يكون تركيز أيون الهيدروجين أكبر من أيون الهيدروكسيد في المحلول حمضي في المحلول حمضي إذن متى يكون المحلول حمضياً إذا كان تركيز أيون الهيدروجين أكثر من تركيز أيون الهيدروكسيد والعكس وين في حين يكون تركيزهما متساويين بمعنى تركيز أيون الهيدروجين وتركيز أيون الهيدروكسيد إذا كان متساويين فإن المادة عندي هنا مادة متعادلة اللي هي عندي السبعة اللي هو من 1 إلى 14 فبيكون عندي هنا عند السبعة أما في المحلول القاعدي فيكون إيش؟ فيكون تركيز أيونات الهيدروكسيد أكبر من مين؟ من تركيز أيونات الهيدروكسيد فالفكرة تندلش تحت مين؟ تحت أيونات الهيدروكسيد وآيونات مين؟ الهيدروكسيد إذا كان الهيدروجين هو الذي يمثل الحمض إذا كانت تراكيزه أعلى فإن المادة عنده هنا حمضية إذا كان تراكيز أيونات الهيدروكسيد في المحلول أعلى تكون إيش المادة قاعدية أما إذا كانوا متساويين خلاص واضح أمامك أنهم متساويين معنات أن المحلول متعادل والتعادل يكون بين حاجتين متعادلة بيش في القيمة أو في الكمية تدريب آخر اشرح لماذا لا يصنف العديد من المركبات التي تحتوي على ذرة الهيدروجين أو أكثر بوصفها أحماض أرهينيس إذن في هذه الحالة أن المركبات التي لديها ذرة هيدروجين أو أكثر قابلة للتعين هي إيش؟ هي أحماض أرهينيس هي أحماض أرهينيس فقط ويمكن لذرة الهيدروجين القابلة للتعين أن ترتبط بعنصر آخر له خواص كهروسالبية مثل إيش؟ مثل الأكسجين وأنا عارف أنه فيه فرق في الكهروسالبية ما بين الهيدروجين والأكسجين تكسب المادة تجعلها تتأين في الماء تدريب آخر حدد الأزواج المترافقة من الأحماض والقواعد التالية معطيك المعادلة اللي هو HNO2 زايدا H2O بينتج عندي N2O سالب زايدا H3O موجب إذن قبل أن أتحدد الأزواج المترافقة لا بد أن تحدد ما هي المادة الحمضية وما هي المادة القاعدية كما تعودنا سابقا إذن الـ HNO3 لاحظ أنه يحتوي على الهيدروجين ما دام أنه يحتوي على الهيدروجين فهو مادة حمضية بينما إذا كان عندي هنا مادة حمضية فبالطبع المادة الثانية ستكون كذلك مادة قاعدية إذن لاحظ أنه يعد HNO2 حمضا في حين يعد الNO2 سالب اللي هو عبارة عن قاعدة مرافقة لأنه كل حمض ينتج قاعدة مرافقة ويعد الـ H2O اللي هو مادة قاعدية بحكم أنه صنفنا الـ HNO2 مادة حمضية فبالتالي بيكون الـ H2O مادة قاعدية هو الـ H3O موجب آيون الهيدرونيوم يصنف على أنه حمض مرافق حمض مرافق تدريب أكتب تركيب لويس لثالث كلوريد الفسفور الـ BCL3 هل يعد الـ BCL3 حمض لويس أم قاعدة لويس أم غير ذلك لاحظ أنه الـ B هو يعتبر الذرة المركزية اللي هو الفسفور والفسفور يوجد وين؟ في المجموعة رقم 15 إذن كم الإلكترونات التكافؤ له المجموعة 15؟ لو كان عندي هنا الـ B فإنه لديه كم؟ لديه خمسة إلكترونات تكافؤ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة عفوا هنا أربعة، خمسة بيكون عندي هنا خمسة إلكترونات تكافؤ يحاول أنه يغطي هذه بالـ CL وهذه كذلك بالـ CL وهذه بيغطيها كذلك بالـ CL لأنه الـ CL عندي كم هنا؟ في عندي ثلاثة إذن في هذه الحالة سوف يحتوي على إيش؟ سوف يحتوي على زوج حر إذن ما وضيفة الزوج الحر الحين؟ إذن سنتعرف عليه إذن فضيفة الزوج الحر أنه أو يمتلك الفسفور في الـ B-CL 3 ثلاثة إلكترونات يتشاركون مع ثلاث ذرات كلور اللي هي اللي وضعناها هنا على شكل رابطة وزوج إلكترونات غير مشترك يعمل كقاعدة لويس إذن في هذه الحالة لو تلاحظ هنا أنه في عندي هنا زوج الحر اللي هو هذا اللي هو هذا هذا هو الزوج الحر وبحسب مبدأ أو نظرية أو نموذج لويس عفواً بأنه المادة التي تحتوي على الزوج الحر هي مادة تصنف على أنها قاعدة قاعدة بأنه يحتوي على زوج حر فإنه سيشارك فيه إذن هنا يصنف على أنه يش يصنف على أنه قاعدة اللي أجل كذا الـ B-CL 3 يصنف على أنه قاعدة مين؟ قاعدة لويس إلى هنا انتهينا من درس مسائل تدريبية على الأحماض والقواعد شكراً لكم جميعاً استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته